إذن ونعلق مشاهدين على آخر التحركات لشركة الدار العقارية والسراتيجيتها القادمة على خلفية نتائجها المالية ومعنا رئيس التنفيذ لشركة الدار العقارية سيد طلال أذيابي أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سي ان بي سي عربية هل لك أن تطلعنا بداية في ضوء هذه النتائج التي أحرزتموها إذا كان هناك أي من أمر استثنائي في بياناتكم المالية هو الذي دفع بالأرباح أن ترتفع لدينا بهذا الشكل في الربع الثالث والتسع أشهر الأولى نرى مستثمرين غير مؤيمين من خارج الإمارات يستثمرون من كتولة الإمارات نظرا للاستقرار الاقتصادي وما يرونه من مكاسب واستقرار في هذا القطاع نرى النشاط يرجع في قطاع الانزئة ما كان فيه أي نوع من المكاسب الوان أوف هذا الربع وإنما نعاش عبر كل القطاعات اللي عندنا في المدارس في إدارة العقارات البيع بالتجزئة المبيعات وكان عندنا مرحلة مهمة جدا من نالية تسليم العقارات والتزمه أكثر من 98% من المستثمرين عندنا تسليم والدفعات حسب الجدول ما نراه هو التقرار ونمو ونشاط قطاع العقارات هل يعني بالضرورة أن الانتعاش الذي يأتي بعد فترة حذر في الأسواق جراء الجائحة أن تتغير لديكم سياسة التوزيعات بمعنى أن ترفعوا من نسبة التوزيعات نحن عندنا سياسة واضحة في التوزيعات لآخر 9 سنوات من الشركات الغليلة اللي التزمت بسياسة واضحة وكان عندنا توزيعات سنة تزيد أو تكون بنفس السنة اللي قبلها نحن لا نرى أي سبب في تغيير السياسة وبناء على هذه النتائج اللي نشوفها وين نتوقع أن نكون في نهاية السنة المستثمرين اللي عندنا بيكون عندهم رؤية واضحة للاستمرارية في هذه التوزيعات في 2021 وبالهمية اليوم نحن عندنا ربنيو باكلوغ أيضاً بـ 5.9 مليار هم بيكون عندهم رؤية واضحة لنتائج الشركة في 2022 و2023 وما بعده نعم طيب خلينا نذكر يعني أنا دخلت في البيانات القوام المالية من أحد أسباب أيضاً ما تم إضافته للأستس عندكم في الشركة لا أدري إذا صنفتموه كقيمة دفترية أو ممكن حسب في نطاق الأرباح كان عندكم صفقة حققتم منها مكسب حدود 99 مليون ونص مليون درهم مقابل لا شيء هل هي تسوية دين مع أحد الأطراف؟ لا، هذه كانت في الربع الأول صفقة الاستحواذ على شركة وتحويل بعض العقوب التي تم إدارتها من قبل شركة الدار لمحفظة الأربعين مليار من المتاريخ التي تديرها شركة الدار كان في الربع الأول من هذا السنة جزء من تحويل المتاريخ الرئيسة المالية التي تكون تحت إدارة شركة الدار وتفنى زيادة 97% من ناحية رسوم الإدارة من إدارة هذه المتاريخ الرئيسة المالية مقارنة بالنفس الفترة من 2020 كوننا نحن منأخذ التسع شهور سيد طلال عندكم أيضاً انخفاض في خسارة تقييم استثمارات 43% شو اللي دفع الاستثمارات هاي انها ترتفع فيها التقييمات نحن في العام الماضي مثل ما تعرفي كنا في مرحلة 19 ما كان في سياحة ما كان في غيرها هذه التقييمات تكون عن طريق الشركات التقييم الخارجية اليوم نحن يعني في العام الماضي يمكننا عندنا أبروتوش يعني كان متحفر أخر من التحاء اللي نحن نشوفه اليوم في الأسواق والإدعاش من ناحية مش بس سيوعيةنا ولكن الأرقام اللي نحن نشوفها اليوم من ناحية الإجارات سواء في المكاتب سواء في المشاريع التكنية أو محلات البيع بالتلئة أو الزوار إلى الفنادر كنا حركة أيضاً من ناحية الفعاليات في أبوظمي عندنا الـ UFC كان عندنا هارلم وعندنا الفورميلا 1 بالإدعاشات المعنية رفعت نسبة الإجرال إلى 100% في اللي يكون الحدث في أول سبوع من شهر إن شاء الله التعويض يكون قريب أذهب إلى مشاريعكم استحواذاتكم مهتمين أنتم من فترة بشركة السادس من أكتوبر المصرية أو صودك قدمتم عرض للاستحواذ إجباري السعر كان 20 جنيه ونسمع بأنكم تنتظرون أرد من هيئات الأوراق المالية هل الاعتراض من الأطراف تلك سيكون على السعر هم شافين قيمة عادلة مختلفة هل ممكن عندكم مجال تبحبهوها شوي يعني ترفعوا السعر من 20 جنيه إلى 24 جنيه هل لسا مهتمين بصفقة صودك نحن مهتمين جداً في السوق المصري وخاصة في القطاع عقاري في مصر وقدمنا العرض وما نراه أنه عرض جيد للمشاهمين نحن لم يصلنا أي ملاحظات على العرض اللي نحن قدمناه نتعي المواثقات والإدراءات النهائية من هيئة الرقابة المالية ونحن نتواصل مستمر ونتوقعين هذا خلال الأسابيع المقبل أن يعطونا المواثقة حيثنا المتهمين بيكون عندهم الفرصة سواء لبيع السمو عشان نعرف إذا نحن بدرنا نتحوذ على ما هو ما بين 51 إلى 90% من شركة سوديك لا زلنا مهتمين لي ما عندنا أي نية لرفع السعر ولكن في وجود سوديك أو غيرها نحن مستمرين إن شاء الله في الاستثمار في السوق المصري وفي نفس الوقت عندنا ما يقرب أكثر من 5 مليار درهم اليوم محفظة موجودة للاستحواذ سواء على أصول أو على شركات أخرى في خطأ العقارات سواء داخل الدولة أو خارج الدولة ونرى فرص كثيرة إن شاء الله نغتنمها خلال الأشهر القادمة طيب هل ممكن نطلع على هذه الفرص اللي درستوها وممكن توضفوا فيها الخمس مليارات عندنا مثل ما ذكرت عندنا فرص سواء من البطول نرى اليوم عندنا فرصول متنوعة المشاريع السكنية المشاريع البيع بالمنزئة وأيضا بعض الحناطق القائمة وفي نفس الوقت في بعض الشركات العقارية يعني خارج الدولة أكثرها يمكن يكون فيه فرصة الاستحواذ مثل شركة سواء نحن حاليا ندرسه ما عندنا أي شيء لنا اليوم إلى ما نوصل إلى مراحل متقدمة ومتزمين بالإفصاح للمتاهمين مثل ما عودناهم أنتم بالنسبة لسودك تنتظروا الرد من هيئة الأوراق المالية ليس من سودك حاليا من هيئة الأوراق المالية وليس من متاهمين شركة نعم من هيئة الأوراق المالية وفي غضون ثلاثة أسبوع يمكن مع نهاية نوفمبر نسمع عن تمام الصفقة يام 51% تصل إلى 90% طيب ما بدنا نتكلم عن الأثر المالي الآن ولكن عندي سؤال مهم جدا هل الدار العقارية اليوم مع أسعار الفائدة المنخفضة على الاستدانة ممكن تلجأ اليوم إما الإصدار سندات ممكن يكون عندنا نية للتمويل وخاصة في توجه كبير عندكم للتوسع أكثر نحن اليوم نسبة المديونية عندنا ما يقارب 8 مليار وعندنا سياسة واضحة من ناحية المديونية سواء في الدار للاستثمار أو الدار للتطوير ومنتزمين فيه مثل ما نحن منتزمين في سياسة التوزيعات نحن مش بحاجة أن نحن نلجأ لأتواق الدين حاليا إلا إذا تمكننا من بعض الحلس السيولة لتركة الاستحواذ على شركة سودك ولكن إذا إجت بعض الفرص الكبيرة نلجأ نحتجنا حسب السياسة الدين ولكن هذا إذا نحن وصلنا إلى المراحل المتقدمة من الاستحواذ سواء على الأرهوم أو على الشركات كجزء من خططنا الاستثمارية الطبوحة طب الخمس مليارات هي كاش متوفرة عند الشركة كاش متوفرة للشركة اليوم وكل يوم هذا الرقام يجداد والمبلغ هذا كله موجود لأنه سواء في الدار للتطوير في استحواذ مثل سودك سواء في الدار الاستثمار على الاستحواذ على أصول لديد من الدخل المتكرر أو في الشركات التابعة لنا مثل الدار العطارات استحواذنا على شركة أستيكو في السابق وأيضا في مجال المدارس أيضا نرى فرص واليوم أو قدمنا بعض العروض لاستحواذ على بعض المدارس بدنا من القراءة سيد طلال هل ستعتمد على سوق المبيعات من الوحدات العقارية بأنه سيشهد انتعاشها من جديد في الأسعار هل تبنون توقعاتكم بأنه حتى نهاية هذا العام ربما هذا سيشكل أيضا دفع للأرباح يعني حطين كم توقعات بالنسبة لارتفاع أسعار العقارات ممكن يدفع بالأرباح إنها ترتفع أكتر نحن متفائلين في السوق العقاري واللي ساعدنا في بوظبي دائما كنا نقول أنه في موازنة أفضل ما بين العرض والطراب واليوم نشوف التعاش كبير نشوف طلب كبير أولا في المناطق الرئيسية اللي هي ياس جزيرة ياس وجزيرة السعديات الشيء الثاني في الأعقارات الفاخرة سواء اللي هي مطلة على البحر مثل ممشى السعديات اللي تعدنا مبيعات كبيرة أو في الفلال الفلال اللي تنهز عليهم طلب كبير مثل ما شاهدنا وبعنا في بعض المشاريع مثل نويا وياس إي كرز والكرب في 2021 ولازمنا نرى طلب أيضا على المشاريع المتوسط مثل المشاريع ووترس أج ومشاريع الغدير نحن اليوم نستشاركنا عندنا أكثر من مشروع في السوق بأي وقت ونستهدف شريحة كبيرة من المشاريعين داخل الدولة واليوم مع الأنظمة اللي تنهي سواء تنظيم العقاري أو قانون اليوم الجولدن فيزا يوم شاهدنا طلب أكبر من منظر ما ذكرت المستثمارين الغير مقيمين للشراء استثمارات والاستثمار في السوق العقاري في دولة الإمارات وفي أبوظبي تحديد طب ممكن سيد طلال تخبرنا على محفظتكم اليوم كيف تتوزع وشو ناوين إنه هاي المحفظة إما تتوسعوا فيه نطاق أكثر من التاني شو اللي يغلب على وزن المحفظة عندكم أكثر اليوم في تركة الدار للاستثمار عندنا ثلاث قطاعات رئيسية اللي هي المتاري السكنية عندنا ما يقومون ستة إلى واحدة سكنية نتبه الإجرال فيها 89% عندنا المحفظة اللي هي المتاريه هي ياس وأيضا نسبة الإجرال فيها اليوم حول 90% والمكاتب اللي هي بعدود 88% 89% نسبة الإجرال فيها نرى اليوم فرص في جميع هالقطاعات الثلاث اللي هي تحت الدار للاستثمارات العقارية نرى فرص أيضا مثل ما ذكرت في مجال الفنادق فنادق معينة في مواقع مميزة ممكن نحن يكون عندنا قيمة مغافة وأيضا إدارة العقارات مهتمين في هذا المجال كبير ومثل ما ذكرت الدار للمدار نحن عندنا توسع ولكن لا بد أن يكون عندنا نوع لا بد أن يستثمر في مجال واحد فقط ولكن يهمنا في هذه المحفظة أنه دائما يكون عندنا دخل متكرر ولكن متنوع من دميع هالقطاعات بالإضافة إلى مشاريع البيع الأوف بلان من شركة الدار أنا أشكر وقتك وأيضا أتمنى لكم كل التوفيق سيد طلال الضيباني وأنت الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقاري شكرا جزيلا لك شكرا